نتنياهو يخطط لاستنساخ نموذج الضفة الغربية في قطاع غزة ضمن مقترح جديد أعلنه للعلام الإسرائيلي تهديدات وخطط عدة علنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن مستقبل القطاع منذ الحرب الإسرائيلية بعضها تحدث عن احتلال القطاع وتهجير سكانه وتهديدات وزيريه سموتريت وميغافير حول استيطان غزة لكن هذه المرة وحسب تايمز أوف إسرائيل فإن نتنياهو يخطط لتحويل غزة إلى الضفة الغربية رقم 2 خطته المزعومة تشمل بقاء القوات الإسرائيلية في القطاع عشر سنوات تشمل القضاء على حماس في أول عامين على حد قوله ثم تمكين حكومة بديلة في القطاع دون احتلاله وقال إن قطاع غزة بعد خمس إلى عشر سنوات سيبدو الضفة الغربية الآن بما يشمل مدهمات واعتقالات إسرائيلية مستمرة كما يحدث حاليا في نابلس وجنين وطول كرم وغيرها من مدن الضفة الغربية الخطة الجديدة لا تشمل حكما عسكريا إسرائيليا في غزة ولا إنشاء مستوطنات وإنما سيطرة على القطاع عن بعد ترجمة نانسي قنقر